بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وبعد الحمد الله نحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة عرشه ومنه وفضله وكرمه ونصلي ونسلم على أول خلق الله وخير خلق الله وخاتم رسل الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبرك على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عزيزي المشاهدين في ثاني حلقات برنامج بين الشريعة والقانون أرحب بحضرتكم دائما وأبدا وأذكر حضرتكم بأنه في الحلقة السابقة قد تناولنا الفرق بين الشريعة والقانون ووجه الخلاف وحاولنا نأكد لحضرتكم أن نكون عقيدة نرد بها على الذين يشككون فيما نتعامل به وطمأننا حضرتكم أن معظم القوانين تتفق والشريعة الإسلامية تتفق وما أنزله الله سبحانه وتعالى وعرفنا في الحلقة الفاتتة إزاي إن الشريعة الإسلامية تصلح لكل زمان ومكان تصلح للتطبيق في كل وقت وحين لأنها شريعة مرنة مرونتها أنها تتطور بتطور المجتمعات بل تتطور بتطور العادات والتقاليد وعرفنا أن القانون المدني الكبير دا اللي بيحكمنا اللي هو أبو القوانين ليشمل جميع القوانين اللي بتحكمنا في الحياة المدنية عرفنا أن الشريعة تناولته في آية بسيطة جدا الآية بتقول يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدينه إلى أجل المسمى فاكتبوه وشفنا في الحلقة الماضية بردو عشان نذكر حضرتكم شفنا أنها تتناول قوانين الدولية قانون العمل قانون الأحوال الشخصية كل القوانين موجودة حتى نسيت أن أقول لحضرتكم إن شريعتك الغراء تتناول قانون مرور قانون مرور؟ آه قانون مرور حديث نبي صلى الله عليه وبرك عليه اعطي الطريقة حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قالي أن تكف الأزى وأنت غض البصر وأنت رض السلام نقف عن بتكف الأزى يعني نحترم إشارة المرور نحترم قانون المرور فإذا ما وضع قانون مرور تحت هذا العنوان إعطاء الطريق حقه يبقى قانون شرعي أنظم بقى المرور أنظم إشارات الدخول إشارة الحمرة الصفرة الخضرة كل ما نظموا القانون في كف الأزى كف الأزى في الطريقة وشفنا كيف أن قواننا تتفق في معظم بل أغلب ما أتى به الشرع بتاعت عنوان العمومية بتاعت عنوان المرورة التي نزت بها الشرع الإسلامي في ثاني حلقاتنا برضو أؤكد لكم برنامجنا مش برنامج ديني يعني دين لأهله بس بيتكلم عشان يطمئن قلبك بين تصرفك القانوني وإزاي هو بيكون شرعي أو غير شرعي وفق القانون حلقتنا النهاردة هتكون حلقة مهمة جدا حلقة لازم تراعي نفسك فيها حلقة لازم تخاف على نفسك من اللي يتقال فيها لأن مجمل حياتك اليومية تدور في عقود العقود كما نظمها الشرع وكما نظمها القانون وبطمئنك ما فيش خلاف فيش خلاف بينما نص عليه القانون فيما يخص العقود وما تكلمت عنه الشريعة الإسلامي موضوع خطير هنتناول العقد بصفة عامة إيه هو العقد في بين الشريعة والقانون وهنتكلم برضو ونستقبل مكالمات حضرتك لأي استفسار اللي ما زلت أبدي استعدادي من خلال الأرقام والعنوان الزهر على الشاشة مع حضرتك لتلقى أي استفسار أي سؤال أي المكان أي أمر تحتاجه لوجه الله سبحانه وتعالى بنقدمه لحضرتكم من خلال التلفنات الموجودة على الشاشة والعنوان وده يشرفنا طيب بداية نتناول العقد بصفة عامة العقد يعني إيه عقد؟ وهل العقد ده لازم يكون مكتوب؟ هل لابد أن يوضع في قالب مكتوب؟ ولا الأمر إزاي؟ وهناقض بعد عمومية العقود هنتناول عقد البيع الشراء والبيع أمر بيطم معك يومياً ونت مش واخد بالك هنيجي بقى الموضوع الساعة وكل ساعة عقد الإيجار مشاكل عقد الإيجار هل في حاجة اسمها قانون إيجار جديد؟ عادينا نصلى هذا المفهوم إمتى يمتد عقد الإيجار؟ وإمتى ينتهي؟ حكم المحكمة الدستورية الأخير اللي تكلم في هذا الأمر في لغة كثيرة بيحدث وآسف لو قلت وعدم فهم لكن هنوضح لغتك بقدر بسيط عشان تعرف برضو حقك ما لك وما عليك عقد الإيجار في الشريعة شكله إزاي برضو عشان برضو نرعي ربنا برضو نرحم المستأجر والمؤجر طيب العقد في الشراء الإسلامية الله سبحانه وتعالى أجمله برضو بإجمال ليس فيه تفصيل طالب الله سبحانه وتعالى من الذين يتعملون يقول لذين أمنوا أوفوا بالعقود طلب الإيفاء والوفاء بالعقد آية أخرى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توجدها توكدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون يعني الشرع الحنيف طالب بالوفاء بالعقد والعهد يا أخي اللي اتفأت عليه نفزه بأمانة وصدق البيعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبرك عليه على شرطيمة ما لا يتفرق فإذا بيّن وأوضح الأمور فيها أمانة وتوضيح بورك لهما أما إذا ما أخفي وخان محقت البركة شوف محقت البركة وده الله أمر بنعنيه في حياتنا الأمور أحيانا بتكون كتيرة الفلوس كتير الأكل كتير الوقت كتير لكن ما فيش برك لأن أخفينا الشرع الحنيف طلب الوفاء بالعقد ويومك زي ما قلنا كله يحكمه عقد تقوم من نومك في عقد قهربة عقد مية طيب أتناول أول اتصال مع حضرتك أنا وسألني اتفضل فندم السلام عليكم وعليكم السلام وعط الله وبركاته اتفضل يا حبيبي أنا بحقيقة فندم أنت وفريق أدادك وقناة صح وجمال ويمين مشاهدينك فندم الله يخليك عمل حاجة ربنا برك في عمرك الله يباني بي كان عندي بأس سؤال واحد يا فندم بالنسبة هو بعيد من الحلقة سويا بس سلمة الحلقة بردك اتفضل أنا راجل ليه طبعا 63 سنة حضرت نواب كثيرة فنفسي عادي أقول لهم كفاياكم كده عشان ما عملوش حاية للبلد نهاي مركز سلمة عفظ اللقصر فعال دليلي الديني إن أنا أقول للناس كفاياكم كده الصراحة لأن العائلية والقابلية هي اللي خارب الدنيا وبتنجحهم والفلوس نعم فالسيادة كاريت تدلني على حاية كده إن النازي أقول لهم كفاياكم شخص ما عملوش حاية حاية للبلد نعم أثناء ما حضرته نعم الله عليك أثناء ما حضرته اللقصر جميع نوابها هدبحوها هدموها كل ما يجي رئيس جمهوريا ما شاء الله رئيس جمهوريا تعالى شوف الشغل اللي بيعملوا والله وفراغ من كده سبحان الله ما عارفين إشي يعملون نهاية حاية نقط متاخرين عشان نقط نزلل بفلوسهم ويشترونا بفلوسهم ما عاوز عاية تفيدني بها خلنا سأقول له كبه طيب حبيب طيب هجاوبك برضو في عجالة وإن كان برضو الموضوع ما يخرجش فعلا عن موضوع الحلقة لكن إحنا أخواننا في عجالة سريعة برضو عايزين إيه قصة النواب وإحنا داخلين على انتخاب مجلس شعب والستحقاق دستوري موجود لازم جميعا نشارك فيه ولازم نساعد في بناء بلدنا من خلال هذا الاستحقاق إحنا بنخلط ما بين النائب نائب خدمات يعني بيخش لازم يعمل صرف الصحة ويعمل المية ويعمل الكهرباء ويعمل شعب إيه كلام ده مش من اقتصاص النائب لشأنه يكون في الأمر النائب يدخل مجلس اسمه مجلس النواب ينوب عنك اسمه مجلس تشريعي يشرع القوانين نحنا بنتكلم في إطارة دلوقتي يشرع تلقى القوانين فأنت أيها النائب يعني اتقل الله في نفسك واتقل الله في بلدك لازم تكون فاهم يعني إيه حدود اقتصاصك وحدود وظيفتك لأن النهاردة وأنا بيتكلم في العقد أنت نائب عن الشعب دخل الصندوق حط لسعبتك صوته في عقد عقد موجود بينك وبينه هذا العقد أنه أنابك بالنيابة عنه أن تسن القوانين والتشريعات اللي هي بتكون في صالح البلد والله إما كنت تعرف أو كنت جاهل بهذا الأمر فقد خنت الأمانة وخنت العقد لكن على جانب الخدمات وأنه هو أمر خدمي ده أمر مش مش موجود أصلا يعني نائب بجل الشعب رجل يسن القوانين يبيرائب أداء الحكومة بيضع نظام للدولة تمشي عليه بنظم علاقات بين الفرد والدولة وبين الفرد والفرد الآخر فيكون فاهم أي قانون أي خطورة ما يضعه أي خطورة أن يوافق أو موافق على القانون لازم يكون يعني رحم بنفسه ورحم ببلده نرجع لموضوعنا خلاصن يومك كله يوم عقد عقد قرابة ببيتك عقد مية تليفون النت كل ده أمور يومية أنت بتمر بيها طيب إيه هو العقد نعم تفضل حبيب أهلا ونسأل نتفضل رقم ورقم 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 قالو معاقات معاقات رقم ليس في المحمول الرقم مورع الشاشة تفضل فأنا نتفضل التصالي تقطع شكرا لتصالي حضرتك ومنتظرينا طيب العقد يا أخواننا بصفة عامة وهل لابد العقد يكون مكتوب في إطار كتابي معين والإيه الأمر بالزبط العقود في القانون المدني نظمت في مواد من 89 لـ 161 ده قانون مدى ما تكلم عن العقود تكلم في المواد دي مدى 89 إلى المدى 161 طيب أي عقد في الدنيا ده العقد بصفة عامة بقى لسه مشكلناش في عقد البيع والعقد الإيجار له أركان وأثار وانحلال يعني إمتى بيبدأ وإمتى بينتاي وإمتى بيقلص وإيه الأثار المترتب على العقد أركانه لابد يكون رضا ومحل وسبب يعني يكون أركان عقد بيع شراء تأجير أي مقاوم عقد مقاوم عقد عمل له أركانه له سبب ولو محل طيب هل أي عقد لابد أن يكون مكتوب الإجابة لا مش لازم يكون أي عقد مكتوب عارف ساعتك وانت نازل من بيتك بتلاقي تاكس مع عد في الشارع مكتوب عليك كلمة تاكسي تاكس ده في القانون يا أخواننا بنسميه إيجاب يعني إيجاب صاحب التاكس أو صارق التاكس بقول لك هذا التاكس للنقل هذا هو الإجاب بيعرض فكلمة تاكس موجودة عليها بيعرض أنه مستعدة أن يوصلك لأي مكان أنت تطلبه لو شاورت للتاكس وقلت له أنا عايز أروح للمكان الفلاني قال لك تفضل كده نعقد العقد صدر منه إجاب الإجاب قابله قبول من ساعتك وديني المكان الفلاني فبقى هناك عقد حتى ولو لم يكن مكتوب بيع الخضار بيع الفكهة بيع أي سلعة بيضع 8 على السلعة 8 هجنيه 5 هجنيه أي مكان الأمر هذا يسمى إجاب فلو دخلت على البائع قلت له وزلي مثلا كيلو وزلي يعمل لي أي أمر فهنا نعقد العقد فاصل ونواصل مع حضرتكم ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين ونكمل موضوعنا موضوع حياتي يخصك في يومك في حياتك يتعلق بمستقبل بمستقبل أولادك فيما يخص من عقود تكلمنا قبل الفاصل عن العقد بصفة عامة وعرفنا العقد مش لازم يكون مكتوب هنتناول من هذه العمومية أمور خاصة بقى في اللي تقص حياتك اليومية زي عقد البيع وعقد البيع من العقود اللي هي بتقع على الملكي عقد البيع ده لازم تكون حريص على نفسك وحريص على ما تقوم به سواء كنت بائع أو مشتري تخلي بالك وانت بتكتب ايه النص اللي بيكون خطر في العقد وأنت تنص عليه عقد البيع برضو بتناول عمومية العقود فيه أركان آه لو أركان عقد البيع بالذات سواء كنت شاري أو مشتري حاجة اسمها الرضا مبقاش تحت إكراه أو ضغط لأن ده يبطله والتمن ده ركن أساسي في أي عقد بيع والمحل المحل الشيء اللي بتبيعه الشيء اللي بتشتريه سواء كنت شاري أو بائع يبقى فيه رضا فيه تمن لهذا الأمر تشتري شقة بتشتري أي حاجة بتشتريه فضا مبقاش فيه إكراه لأن الإكراه يبطل كل شيء وتمنه لأن ده ركن أساسي في العقد هتروح تأخذ صحة توقيع العقود بيسألك خدت فلوسك أو ما خدتهاش ده أمر سواء في صحة توقيع أو صحة ونفاس والمحل الشيء اللي هو إيه بيتباعه طبعا لديه يكون شيء مشروع شيء لا يخالف النظام العام ولا الأدابة العامة معنا اتصال سيد زحمد الدليلات فضل زحمد السلام عليكم زكراه وعليكم السلام حبيب وعليكم السلام زحمد ألم بيك ألم زحمد ألم زحمد تفضل زحمد فضل بعد ذلك حضرتك سؤال في عقد الإجار تفضل متى يلجأ المؤكر إلى رفع دعوة طرد وما هي أليتها فن حاضر دعوة طرد وأليتها وأليتها في حاجة تانية زحمد شكرا جزيلا شكرا 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 على تصالك زحمد ما تحلمش تصالك ونجاوب على حضارك بإذن الله يعني أساس زحمد وأعزائي المشاهدين أخلص بس عقد البيع بصفة عامة ونتكلم على عقد الإجار بصفة عامة ونبدأ بالإجابة على سؤال زحمد ليه دعوة الطرد وأليتها أو انتهاء العقود بصفة عامة في ما يخص الإجار طيب يبقى البيع خلي بالك وانت بتعمل عقد بيع بتشتري أو كنت شارع أو بيع يبقى فيه بقاش إقراه في محل فيه حاجة اسمها التمن بتشتري شقة ما استلمتش العين أو الشيء اللي انت بتشتريه أوعط نص أنك استلمته الإستلام سواء خدته حاليا يبقى خلاص بتكتف العقد وده للبائع يا بائع ياللي بتبيع حاجة لو سلمت المشتري العين المبيع اكتف العقد كده أنك سلمته العين لأن ده التزام يبطل عقد يبطله وبيحاوله عليك دعوة تعويض ودعوة عدة في هذا الأمر المشتري اللي بيشتري طالما ما استلمتش لأن ده الركن الأساسي من أركان العقد يبقى التسليم ركن في عقد البيع لأنه هو الأساس ما استلمتش ما تكتبش تكون حريص بصفة عامة في أي عقد وانت بتكتب خلي بالك من النص على الفسخ الفسخ ده له أحوال خطر أو أن تقول في عقد البيع أو أي عقد مفسوخ من تلقاء نفسه بقوة إرادته ما تستهنش بهذا اللفظ برضو هشرحها في عجلة يعني إيه العقد مفسوخ من تلقاء نفسه تلقاء نفسه يعني المتعاقدين خلاص رفعوا يد القضاء على أن ينظر إلى مبطلات العقد أو فسخ لقوة الإرادة هنا قوة إرادة المتعاقدين ونصه لو حصل أي مخلفة لبناء العقد فاحنا اتفقنا كده ونعي ما نصنا عليه أن العقد مفسوخ من تلقاء نفسه هنا القاضي دوره يا أخواننا دور ليس منشئا للفسخ ما بينشئوش دو دور القاضي هنا بنسميه دور كاشف للفسخ على أن العقد مفسوخ من تلقاء نفسه ما لوش دور النهاردة أن يبحث أوجل الالتزامات المدابلة بينكم بعض طبعا ما قلنا الكلام ده يبقى العقد مفسوخ من تلقاء نفسه وخلاص هنا يكشف القاضي الفسخ اللي اتفقنا عليه يبقى تخلي بنبناءك بنفسك وتبتكتب هذا العقد التسليم ما خدتش هو عتقول أنا ما استلمت البائع سلم يبقى سلمت لأن ذا التزام يفسخ العقد إذا لم توفي بهذا الالتزام اللي هو ركن التسليم ركن أساسي فيه دي قواعد العامة يعني عادي البعض في عجالة سريعة ثمن وتسليم خدت الثمن خلاص التسليم وقعد الملت بقى المعاينة النافية للجهالة ومش عارف إيه الحاجات دي الأمور قلت له إيه لكن الركن الأساسيين فيه هو التمن وإنك سلمت الشيء ما بيعني أوفيت بالتزامك دي عقد تيجي بقى بعد كده ما برضو العقود التاردة على الملكية عقد الشرك اتكلمنا قلت لك أخوانا أن القانون المدني هو أبو القانونين أبو القانونين كلها يتفرع منه عقد الشركة يتفرع منه عقد العمل يتفرع منه قانون إيجارة الأماكن يتفرع منه كل الأمور دي كلها الأصل العام فيها هو القانون المدني ده أصل عام لو خرج قانون خاص زي قانون الشركات قانون التجارة قانون الشيك يبقى ده اسمه قانون خاص من القانون العام اللي هو اسمه قانون مدني لو قانون خاص ده لم نجد فيه نص يعالج مسألة معينة ترحت بين أطرافه بنرجع للأصل العام وهو القانون المدني يبقى أي قانون بيخرج من الأصل العام ده بنسميه قانون خاص ياريت الكلام ده يسمعه يعني إخواننا الطلاب في كلية الحقوق زملاء المحامين البادئين في العمل يعرف هذا الكلام عشان تلمي بملكة قانونية ويعرفها عزيزي المشاهد برضو تلمي ملكة قانونية تبقى عارف لأن فيه قاعدة زي ما قلت لكم الحضارك أبريكا فيه حاجة اسمها لا عزر بالجاهل بأحكام القانون ما فيش عزر قانون تلما صدر ونشر في حاجة اسمها الجارية الناسمية يفترض أنك علمت بهذا القانون تقول ده لا معرفش ما خدتش بالي ده ما قالوش لا 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 يبقى لازم تسأل يبقى ده الأصل العام هنيجي بقى أخواننا لمشكلة العصر واللي عايز أسمع فيها اتصالات حضارتكم ونتكلم فيها بين الشرع والقانون عشان برضو لا تظلم عفوا ولا تظلم عقد الإيجار إيجار الأماكن المشكلة القائمة إيه أساسها؟ تتحل إزاي؟ شرعيتها إيه؟ عشان برضو يعني هنوسأل أمام الله على هذا الأمر أجرت مكان نعم معانا اتصال تفضل الزعلاء وعليكم السلام الزعلاء تفضل أهلا بيه أهلا وسهلا أستأذن حضرتك عاوز بس أعرف حكم خلو الرجل في الإيجار خلو الرجل في الإيجار حاضر حاضر يا إزاي علاء حاضر عناية حاضر اتفضل أهلا بيك علي تفضل يبقى أنا معانا سأقولين نهارده بالنسبة للإزاي أحمد اللي تكلم على إليه دعوة الفسخ والأستاذ علاء تكلم على إيه حوق يعني إيه خلو الرجل ونتكلم برضو فيها وبلابد أن نرى شرعيت هذا الأمر يا أخوان قبل المقانون طيب عقد الإيجار النهارده مشكلة العصر القائمة بين المالك والمستأجر والنزاع القائم اللي موجود فيه عقد الإيجار اسمه عقد يوفيه تمليك منفعة يعني بأجر مكان للسكن للتجارة ما شرتوش ما خدوش مش بتاعك مش ملكك أنت مأجره مأجر حاجة اسمها منفعة مأجر أهاعد في هذا المكان فترة معانا هسكن فيه أنا أولادي همارس فيه تجارة أيا أماما تفضل فعقد الإيجار اتفضل فن اتفضل آل ومثالا أهل الشيخ محمد تفضل يا مولانا تفضل يا حبيبي الله يخليك فن الله يبرك فيك يا مولانا الله يبرك في حضر لكم والله يبرك بالبرنامج وبفلاك الإعداد وربنا يوفر ونحن سعداء بتصالك يا شيخ محمد بحصنان لبركات بك يا مولانا تفضل يا سيدي فضل. فسترق معنا المستشاة. فضل. خصوصا العقد الايجار بين المالك والمستجر. نعم. المالك بيطلب من المستجر بعد عقد الايجار بعد عقد الايجار اللي تم بينهم بيطلب منه وصل امانك يا دماء. نعم. فوق عقد الايجار. تمام. الموقف القانوني بالنسبة لعقد الوصل الامانة اللي بيتاخد على المستجر. حاضر. بالوقت ده. حاضر. موقف القانوني. لا تحت امرك شو عمد ده نورتنا وحسن ابراك محمد. اهلا بك يا مولاني. موقف القانون من اصال الامانة اللي اتخذ كضمان. هنتكلم فيها برضو بازن الله. طيب. برضو مش هنجاوب على الاسئالة دي حالا الا ما نتكلم في عموميات القصة. ونجاوب على الاسئالة دي في اخر الحالة بازي واحد احد. عشان يطمئن قلبك وتشوف انت بتعمل ايه في حياتك. طيب. يبقى قولنا عقد الايجار ده عقد يفيد تمليك منفعة. معلومة ومقصودة. بيقلنا المستأجر. طيب. عقد الايجار اتطور ازاي. وامتى بيمتد. وامتى بينتهي. وامتى بيروح للحفيد. واحكام المحكمة الدستورية العلية الاخيرة. نظمة الامور ده ازاي. قلت لحضرتك ان اصل القوانين المدنية هو القوانين المدني. وموضوع عقد الايجار احد ابواب القانون المدني. ده الاصل العام. الاصل العام هو القوانين المدني. اتفضل زحمد من منصور اتفضل معنا اتصال. مع المشار. اهلا اهلا اهل زحمد اتفضل. اهلا بيك اتفضل زحمد. اتفضل. متى يمتد عقد الايجار. متى يمتد. عقد الايجار. عقد الايجار. حاضر ما تحلمش بتصالك اتفضل حبي تفضل كلها يا أخواننا أسئلة بتدور فيما نتكلم فيه وده أسئلة اليوم وأسئلة العصر إمتى بيمتد الخلو وزي ما قال الشيخ محمد النهاردة أحد بيأخد مقابل عشان يسيب العين خلو الرجل زي ما يقولها آليات الفسخ وآليات الانهاء زي ما تكلم له أستاذ أحمد وهبة هنقول كلام ده كله طيب الأصل الأصل في عقد الإيجار هو القوان المدني بعد ثورة يوليو سنة 52 كان مفيش نوع من الاستقرار الاجتماعي يعني حبوا أن الأمور تستقر حبتين ما بين المالك والمستأجر جمس سنة 77 عملوا قانون خاص أهو بقى سحبوا من القانون المدني قانون خاص القانون ده قولنا كان رقم 49 لسنة 77 وسموه قانون إيجار الأماكن نظم العلاقة بين المالك والمستأجر يبقى عندك القانون المدني ده الأصل العام طلعوا منه قانون خاص اسمه 49 سنة 77 هذا القانون برضو عدل في سنة 81 بالقانون 136 لسنة 81 سنة 96 عملوا قانون اسمه قانون 6 قانون أعفوا قانون 4 لسنة 96 اللي اللي بنسميه قانون الجديد للإيجار ما فيش حاجة اسمها كده مش حاجة اسمها قانون جديد للإيجار ده قانون 4 لسنة 96 رجعنا للأصل العام وهو القانون المدني جاه قانون رقم 6 لسنة 97 أضاف بعض المواد على قانون 49 بخصوص الأماكن التجارية طيب 49 قلنا أنه قانون خاص خارج من القانون المدني نظم الحياة ونظم العلاقة بين المالك والمستأجر وشرح بالتفصيل الأمور دي وفضل شغال هذا القانون لغاية لما جينا لسنة 81 عملوا قانون سنة 81 اسمه 136 اللي هو النهاردة نص على أن عقد الإيجار لا ينتهي بانتهاء مدته ويظل المؤجر موجود في العين ويتجدد العقد بالتلقاء مدته ولا ينتهي بانتهاء مدته حتى لفظ المشاهرة اللي أنا بنتكلم عليها دي السيد سفيصل اتصال اتفاضل السفيصل اتفاضل الفاندي حضرتك يا فاندي منورنا ومنور الشيش الله يخليك يا زيسفzar نحرمizes حضرتك نورنا نورنا عقد الإزعان يعني انت حثرك عايز الإزعان بصفة عامة ولا بخصوص عقد الإيجار كان في إزعان الإزعان بصفة عامة حاضر في حاجة تانية يا فاندي اتفاضل تحرم شاكل اتصالك شاكل اتصالك الأسئلة أخواننا كترت يبقى في عجالة يبقى الأصل العام وقانون مدني طلع منه قانون 49 لسنة 77 عامل قانون اسمه قانون إيجار الأماكن طلع قانون اسمه 136 الوثمانين اللي هو خل العقد يمتد حتى لو مكتوب فيه مشارة ولا ينتهي بانتهاء مدته جاء قانون 4 لسنة 96 وده الخطورة بقى في الأمر عشان ننص عليها ونشوف إحنا وقفين فين وإمتى يمتد وكلمة مشاهرة إمتى تمشي شهر واحد طيب قانون 186 اتكلم على أن العقد يتجدد حتى ولا ينتهي بانتهاء مدته ماشي بين الملك المستأك جاء قانون سنة 96 اللي هو قانون 4 وضع حد لهذا الأمر خلي بالك من تاريخين مهمين أوي هنتكلم فيهم أستاذ إبراهيم اتصالة فضل إبراهيم أهلا وسهلا عليكم السلام أنا وسهلا المستشار المحمود معكم اتفضل يا زبراهيم أنا وسهلا اتفضل أهلا بيك يا فندم بقول لشياتك الوقت لما يكون فيه اتنين مطفقين على إجار تمام نعم المستأجر أتلف حاجات في الشقق نعم فإيه الحكم فيها يا فندم وإيه إزاي نخليه يدينا تعاوضات حاضر حاضر نجاو بيحب حاضر حاضر عز الأمر يعني يا زبراهيم أهلا بيك تفضل يبقى النهاردة يا إخواننا فيه تاريخين مهمين أوي 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 بعد قانون 4 لسنة 96 اضرب خط كده قبل وبعد ما فيش حاجة اسمها قانون جديد لإجار الأماكن ما فيش حاجة اسمها قانون جديد دولك عقد وفقه قانون جديد ما فيش كلام ده ده هو قانون 4 رجعنا للأصل العام للقانون المدني اللي ما بنسمعه العقد شريعة المتعقدين العقد شهر فشهر سنة فسنة سنتين فسنتين عشر فشهر ده أمر خلاص انتهينا اللي اتفقنا عليه هو اللي بيطبق طيب ما قبل هذا القانون أو بالأحرى القانون ده اتطبق إمتى يوم تطبيقه شوف الخطورة بقى في الأمر القانون ده صدر في تلاتين واحد سنة 96 بدأ العمل به في واحد تلاتين واحد ستة وتسعين يبقى العقد اللي قبل تلاتين واحد سنة ستة وتسعين بيسري عليه قانون مية ستة وتلاتين لسنة واحد وتمانين يبقى مش هينتيب انتهاء مدته شوف التاريخ يفرق يوم واحد وتلاتين واحد ستة وتسعين تم العمل بقانون أربعة لسنة ستة وتسعين اللي هو رجعنا للأصل عام العقد شريعة المتعقدين قلت شهر فشار كل مشاهرة بتمشي شهر بيجي لي مشاكل كتير جدا وبعض الناس برضو بيتحيلوا على بعض البوسطاء يقولوا ده أنا كاتب لك العقد مشاهرة وكأنه مثلا يوعد فيها مثلا تسعة وخمسين سنة زي الدرج في العمل لا يا سيدي كلمة مشاهرة يعني شهر وينتهي بعد شهر أجأ اخترك بإنذار قبل نص الشهر أقولك أنا مش عايزة أجدد يكونوا أخدوا أموال يكونوا أخدوا حاجات زي ما الأستاذ عليك قالك زي يخلو الرجل يكونوا أمور كتيرة جدا يقولوا ده أنا عملك مشاهرة ويبقى لعب عليه يبقى قبل قبل تلاتين واحد ستة وتسعين قلنا العقد شهر فشهر سنة فسنة يوم فيوم ده بعد عفوا بعد واحد تلاتين واحد ستة وتسعين قبل كده العقد بيمتد ولا ينتهي بيمتد مدته وما فيش حاجة اسمها قانون جديد ده احنا رجعنا للأصل العام الأصل العام اللي هو عبارة عن إيه اللي هو القانون المدني اللي هو أبو القونين اللي هو نظم هذا الأمر اللي فيه مادة أصولية موجودة في هذا القانون بتقولك العقد شريعة المتعاقدين طيب هنأتي لسؤال السيد أحمد اللي هو آليات دعوة الإخل شوف أزعمد هنفرق ما بين العقود اللي كتبت قبل 3091 واللي كتبت بعد 3191 96 اللي عنا بنسميها القانون الجديد فيه قواعد عامة في الإخلاء عشان تقوم بألية رفع دعوة عقد إيجار هي مخالفة شروط العقد بصفة عامة البند الأساسي في عقد الإيجار اللي هو الأجرة الراجل لو تأخر خلاص برفع عليه دعوة أو ببعث لأنزار بقوله فيه النهاردة أنت تأخرت في سداد الأجرة بلزمه فيها في قليل 15 يوم بيجي بيسدد لو خدت عليه تكرار خلاص بعد كده دعوة الفسخ أو دعوة إنها قاعد الإيجار بتكون بناء على تكراره في الامتنى عن سدق من الإيجارية هدم العين أتلف فيها كتلف برضو من موجبات إنها قاعد الإيجار وفسخ لو العين تلفت بس الكلام دا لازم يكون سابت هذا التلف لازم يكون سابت بحكم محكمة أليات كثيرة أخرى في رفع دعاوة الفسخ أو إنها قاعد الإيجار كما لو أجر من الباطل الغير كما لو تنازل عن العقد وأمور كثيرة سابت ترجع فيها لقواعد العامة في العقود وما نص عليه في العقد قصة خلو الرجل اللي اتصل فيها الأستاذ علاء إيه خلو الرجل دي يا أخواننا دي دا أمر مش شرعي ولا يتفق مع الشرع إن المستأجر وقلنا إن الإيجار دا إيجار منفعة يعني أنت قاعدت في المكان دا تدفع الإيجار دا منفعتك للمكان حق وجودك فيه تجي بعد فترة معينة من الزمن وبخاصة لو كان عقد أديم اللي احنا بسميه عقد أديم اللي هو قبل 3096 دايما أكررك الجملة دي وعايز يخرج بيحصل عمل في السوق النهاردة بيجي المستأجر يجيب المالك يقول له أنا جالي واحد عايز يأخذ مني الشقة حتى درجة العمل بنسمى بيع يقول لك دا أنا هبيع الشقة دا معا مش بيع ولا يدخل تحت انطق عقد بيع أبدا بيجيب المالك وبيجيب المستأجر الجديد والمستأجر الأصلي بيجي المستأجر بيأخذ ما يسمى خلو الرجل والمالك تحت ظرف الحاجة إن الإيجار 3 جنيه و4 جنيه و5 جنيه و10 جنيه بيوافق طبعا أخذ أنا كمان مبلغ وحرر الراجل عقد جديد وعشان يبكون عقد قديم برضو زي العقد الأولاني بنتكلم إنه هو 59 سنة تاب ليه مش 60 سنة ليه مش 120 سنة خلي بالك محدش يتنصح في المجلة لو قلت إن عقد الإيجار لا ينتي يوم القيامة باطل لأنه لازم فيه مدة لو قلت في عقد الإيجار ينتي بهلاك العين باطل لو قلت 200 سنة باطل أقصى مدة للإيجار 59 سنة ما تزيدش لو كلمنا 60 سنة دخلنا فعجة اسمها الحكر يبقى أنت احتكرت المكان يبطل العقد يبقى أقصى مدة تقدر تاخدها 59 سنة واللي بياخد من مالك 59 سنة يتأكد أنه المالك وليس معه شركاء ما معاش شركاء لأنه ده بيحصل وبينلاقيه بيجي أحد الشركاء أو الملاك على الشيوع بيحرر عقده بيأخذ فلوس من الراجل وده شاء عمره ويكتبه 59 سنة ده بنسميه مدير لأنه مش مالك كل العين أهلا وسهلا معنا اتصال معلم ضاحي من سواج أهلا وسهلا معلم ضاحي تفضل اتفضل معلم ضاحي أهلا بيك معلم ضاحي اتصال تقطع في انتظار معاودة الاتصال معلم ضاحي أهلا بيه بيجي النهاردة يقولك 59 سنة بيديها اللي هو المالك على الشيوع 59 سنة ما تاخدهاش إلا من المالك للعين كلها أو الملاك أصحاب الأغلبية غير كده لا يسر العقد إلا لمدة 30 بس ما يقدرش لأنه هو النهاردة بيكون تجاوز المألوف عن أعمال الإدارة لو ده 59 سنة ما ينفعش ما يش سلطاتك ده سلطات الملاك كلهم لأنك انت ضريتهم يبقى لما تروح تاخد ما يسمى بيع الشقة وعشان تاخد 59 سنة تشوف اللي يمضلك العقد ده دمين لو هو يملك العين كلها بالكامل آه يديك 59 سنة ما تقولش 60 ما تقولش 100 ما تقولش 500 هم يكن يكون بطل هم 59 لو هم يقولك على الشيوع تشوفهم مكان مالك تقولوا 5 يبقى لازم 6 يمضلك أقل من كده بيبطل بس بيبطل فيه بينزل من 59 ل3 سنوات وبيكون ضيع شاكفي يبقى ده أول ما يسمى خلو الرجل طيب من ناحية الشرعية انت بتاخد خلو الرجل ليه ده حلال ولا حرام انت قعدت في العين واستغلتها وأخدت منفعة العين اللي هو سكنك فيه أو تجارتك فيه تأخذ ما دفعته يبقى انت قعدت في مكان ببلاش اهلا وسهلا معنا تسال باش وانس محمد اتفضل اهلا وسهلا اتفضل أمورني تحت أمرك والله يقانون الإجار اللي هو اللي ياخد مكانه يوضبه كان له مدة معينة نعم ويعمل له قيمة وسعر وحاجة ده كده ايه القانون يلزم المستأجر أو الحائز بتعويد المستأجر عن يعني هو دخل مكان باش وانس محمد اضف ضد فيه تحسينات فيه سؤال تاني غير كده باش وانس لا مع المستشار انا شاكل اتصالك شكرا حبيب شكرا شكرا الحلقة حلقة يعني دسمة جدا اخواني فيها كل ما يدور على الساحة وما يخص عقود الإجار والله يعيز أكثر من حلقة الله يخليك فن طيب خلاص اتفقنا خلي بالك يا سيدي وانت بتكتب عقدي إجار بتاعك هتاخد 59 سنة واتدي الرجل ما يسمى البيع يبقى المالك هو يديك 59 يكون مالك العين كلها أو الملاك بصفة عامة اللي هم يزيدوا عن 51% لو كاتب العين على الشيوع مالك يملك العين بكلها بكامل يديك 59 سنة ما فيش اي مشكلة خالص طيب خلو الرجل قولهم الحلن ده أمر حرام ما يصحش لأنك ما دفعته خدته وخدت أزيت يبقى أنت سكنت في المكان بفلاش لا يتفق مع الشرع لأنك الشرع هو عقد يفيد تملك منفعة والمنفعة أنت خدتها مقبل الإجارة دفعته تيجي تزل النهاردة المالك وتلعب به وميش خارج بالذات لو كان عقدك قديم قبل 3091 ده موضوع تعين لأنك خدت أمر قطير كلم فيه فضلت الشيخ محمد فياض قال لك كلمة إيصال الأمانة أن المالك أحيانا بياخد إيصال الأمانة عشان يضمن خروج المساجر من العين الحج رمضان اتصال تفضل حج رمضان أيوة اتفضل يا فن قال لحج رمضان اتفضل عقد الإيجار اتفضل يا حبيبي أيو عقد الإيجار هيتماله تسعة سنوات تمام تمام ومكتوب تجدد لمدة مواصلة تاريخ تحريره إمتى حج رمضان تاريخ تحريره واحد ثلاثة الفين واثنين الفين واثنين نعم تمام تمام شرط التجديد ايه بقى شرط التجديد وتجدد لمدة مواصلة تلقائيا دون الرجوع للمالك دون الرجوع للمالك تمام 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 دلوقس هو امتنع عن بفل إيجار ايه الحل معاه حاطر عني حج رمضان اقول لك عني حاطر تسلم كلمة اني باخد إيصال أمانة ان شاء الله في الحلقات القادمة هنتكلم عن إيصال الأمانة دا قلنا بصفة عامة يعني إيه إيصال الأمانة وإمتى يبطل وإمتى ما يكونش موجود بقول لك يا شيخ محمد لو إيصال الأمانة دا ثبت انه كان ضمان فيش حاجة أسماء إيصال الأمانة دمان لأن جوهر إيصال الأمانة هو التسليم اللي ناخد مبلغ عشان نرده اللي هو الجاري في العمل واحد خدمي واحدة شدي الواحد فلو ثبت ان دا اخذك ضمان عشان المالك المستأجر يخرج من العين لا بيكون باطل وياخد فيه براءة لكن فيه ضمان بقى لو اتكلمنا في العقد اللي بيحرر بين ساميه قانون جديد زي ما الناس بتقول في الدرج لو راح المالك والمستأجر عشان المالك يضمن خروج المستأجر بعد انتهاء المدة وما يعكسوش لأن برضو يا أخواننا بيحصل في عملا راجل بيأجر سنة بييجي المالك يقول له خلاص العقد انتهى بما يرضى الله تسيب العين يجي المالك يقول له الله مانيش خارج مانيش طالع ارفع علي قضية يعني ممكن يعد سنة كمان لما ياخد اجراءات التقاضي وياخد دعوة وياخد اعادة اعلان وياخد شعب ايه وعند نروح المحضرين الكلام دا استاذ احمد اتسأل اتفضل الزحمد استاذ احمد انا مسأل اتفضل الزحمد ايو الزحمد اتفضل مع البركاتة احمد اتفضل اهلا بيك اهلا وسهلا دلوقتي في اسؤالة عن المتزاجر المسأل انا مؤجر من خمس سنين طمام وانا دلوقتي ما عصدتش بقالي سنتين اقدر ان انا عصدت العقد في الشارع العقاري ولا ما عادش ينفع طيب حيبي حاضر اقول لك حاجة تانية يا حاج احمد الف شكرا طيب هناخد يعني سؤال حاجة احمد هندخله مع سؤال الشيخ محمد فياد فيما يخص الضمانة طيب لما انت بتعمل عقد ايجار في زل قانون اربعة لسنة ستة وتسعين خلاص بتعمل ايه النهاردة فيه نص قد قال لك تاخد المالك وتاخد المستأجر عشان المالك يضمن خروج المستأجر من العين مع انتهاء المدة بيقوم رايح الشارع العقاري بنعمل توسيق توسيق سيغة تنفيذية اسمه توسيق سيغة تنفيذية يعني ايه يعني النهاردة بروح الشارع العقاري المالك والمستأجر بيوسقوا هذا العقد في الشارع العقاري بيوقع زال حاجة اسمها السيغة تنفيذية انه يخرج اتصال سريع ماشي حبيب يعني اتفضل بروح الشارع قريب بقول على حاجة اسمها سيغة تنفيذية على العقار ان كان بيتكلف يعني ماديا كتير لكن اخر اتصال تفضل تفضل فانتفضل تفضل حاجة ضاحي تفضل السلام عليكم عليكم السلام ازاي تفضل مش شارع انا وسهلا تفضل حاجة امورني انا ضاحي عبد من حفظ الصهاش انا وسهلا تفضل حاجة الله يخليك ادركت ان اواشي انا واحد بايع ارض ابناء ده واحد تاني بتكليف نعم وانا شارع من واحد تاني بحكم محكمة وريني بمعاه واخد من ارض ريس صاحب الارض بتكليف ده واخد ارض وحكم محكمة تمام اهي حاجة تفضل تمام ماشي حضرتك واخد الكلام حضرتك عم ضاحي عم ضاحي عم ضاحي الوقت الحلقة الخلاص قربي يخلص فكلمني بعد الحلقة فورا واشراء على الارقام الموجود على الشاشة وتحت امرك عم ضاحي تفضل في عجالة بروح لشرع قاري بوثق عقد الايجار حاجة اسمه سيغة تنفيذية الرجل جاء بعد السنة او بعد ستة شهر بعد الشهر ما خرجش بروح للمخضر رأسا بالعقد ده بقدمه بيخرج من العين وبرضو يا اخي بما يرضي الله العقد خلص تسيب المكان او تستسمح الرجل شوية اقعد مدة عشان ربنا يبارك وتحل البركة في المكان الموجود فيه قصة ان يمتد العقد زي ما الاسئلة اللي جات لنا نهاردة الاستاذ ابراهيم بيسأل على من اتلفه شيء في العين خلاص النهاردة هو بيتحمل به لذلك بكون حريص يا استاذ ابراهيم مونت بتأجر خد تأمين التأمين ده بتقال فيه بيرد اخر مدة بحيث يقصم منه ما قتل في الايه في العين ما كانش فيه تأمين تقدر تعمل دعوة اسبات حالة لما اتلفه في العين بل قد تصل لفسخ العقد الاستاذ فيصل بتكلم على الازعان الازعان يعني ايه كلمة ازعان يعني غصب عني حاضر في عجالة استاذ فيصل كلمة ازعان يعني حد بيزعينك يعني حد بيضغطك زي عقد الكهرباء انت بتدرش تروح تحطه فيه شروط عقود ايجار ممكن كفاء ازعان في كل الحاجة عقد ايجار ده اتكلمنا عن الاتلاف اتكلمنا عن عقد الازعان خلوه الرجل قلنا مش يعني ده شيء حرام التسع سنوات اللي اتكلم فيها الحاج رمضان وعايز اه الرجل يا حاج رمضان تأخر عن سديق خيمة الايجارية تقدر تبعث له انذار على يد محضر تلزمه فيه بالسداد ما سددش خلال 15 يوم تقدر ترفع عليه دعوة مستعجلة بالاخلاء وبخاصة ان عقدك في وعد وعد 3 2002 يعني في ظل قانون 4 لسنة 96 اللي رجعنا للاصل عام هو القانون المدني لان ده ابو القوانين الوقت ازف سيعمل نسا معانا وقت ولا كده خلاص يعني قدامنا دقيقتين يا اخوانا في عجالة الموضوع الكبير جدا تكون حريص على العقد اللي بيحرر ما بعد 96 بالزبط 31-3 ده بينطبق عليه قانون مدني شهر شهر اللي عايز اقولك عليه خلي بالك وانت بتعمل عقد ايجار اللي بيقضوها خلو رجل او بيقضوها بيع شقة جاء 59 سنة ارجوك خلي بالك اللي بديك 59 ده هو المالك للعين ولا احد الملاك عشيوع ده تفرق النهاردة تفرق النهاردة في الكلام ده كله امتداد العقد للحفيد امتداد العقد للكلام ده فيه حكم محكمة دسترية عليا لان فيه قانون 6 لسنة 97 اتكلم على موضوع المنشآت التجارية وامتى امتد عقد الايجار قصة الامتداد في عقد الايجار لسه ما فيش تعديل تم فيه للاماكن المؤجرة لغرض السكنة لكن الاماكن المؤجرة لغرض صناعي تجاري خلاص العقد كان يمتد للحفيد مع حكم المحكمة دسترية العودة الاخير ما عادش بيمتد خلاص الرجل بيموت بينتهي الايه بينتهي عقد الايجار الكلام يا فنم محتاج وقت اطول انكات الحلقات القادمة بإذن الله هتكون برضو على موضوعات حيوية تخص اصال الامانة تخص برضو عايزين نتكلم في عقود الزواج والطلاء وقايمة المنقلات وما فيش مانا الحلقات القادمة بإذن الله ناخد برضو اسئلة فيما يخص الايجار لو فيه وقت برضو بنتكلم على الوقت الازف بينا عزائي المشاهدين منتظر كل حلقة الجاية بإذن الله لانه يكون حلقة مهمة جدا هتكون خاصة عن امر حياتي يخص الطلاق والزواج امتى قيمة المنقلات يستحقها الزوج امتى تستحقها الزوجة في النهاية ساعت بلقاء حضرتكم ارجو واسأل من الله سبحانه وتعالى ان ينفعكم بما سمعتم انتظرنا في الحلقة القادمة بإذن الله هتكون فيها موضوع خاص بحياتك تحفظ على بنتك تحفظ على حياة الأسرية منتظرك بإذن الله في الحلقة القادمة اشكركم واشكر ادارة القناة والقسط الموجود والزمل اللي تعبنين معاهم الاتصالات في الكنترول بشكركم والله جماعة شكر يعني عظيم جدا يوفق قدركم والمخرج الفاضل بشكرك والتقي بكم في الحلقة القادمة اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته